في الوقت المشاهدين الساعة 9 معدنا من موجز الأهم الأباء معدينة تفضل يدي شكرا لك مننا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم ينطلق اليوم مؤتمر إثثمار المصري الأوروبية المشترك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين يعقد المؤتمر تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير بحضور مسؤولين حكوميين من مصر ودول الاتحاد الأوروبي وممثل شركاء التنمية ومتعدد الأطراف فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤول أبرز الشركات المصرية والأوروبية هذا ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة كما ستعقد لقاءات ثنائية بين الشركات أو الشركات المصرية والأوروبية استشهد طفلا وأصيب خمسة فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمنطقة اليارموك في مدينة غزة وأفادت وكاة الأنباء الفلسطينية بأن عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا في غارة شنها طيران الاحتلال على مخيم المغاذي وسط قطاع غزة يأتي ذلك في وقت فتح فيه طيران الاحتلال نيران الرشاشات على خيام النازحين في منطقة الشاكوش وحية للسلطان في رفح الفلسطينية كشف مسؤولان أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسلت لإسرائيل عددا كبيرا من الذخار بما في ذلك قنابل شديدة التدمير والألاف من صواريخ هيلفاير منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة وأفادت وكالة رويترز الأنباء بأن المسؤولين أوضح أن الولايات المتحدة نقلت ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة مكي 84 زنت ألفين رطلة وستة آلاف وخمسمائة قنبلة زنت خمسمائة رطلة وثلاثة آلاف صاروخ الفايروس سطح جو دقيقة توجيه وألف قنبلة خارقة للتحصينات والفين وستمائة قنبلة صغيرة القطر تسقط جوا وذخائر أخرى ذكر موقع أكسيوس الإخباري المملكي نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين بين إسرائيل وحركة حمس في مسعى لإبرام الاتفاق تقدمت إسبانيا بطلب رسمي من أجل انضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وذكرت الخارجية الإسبانية أنها تدخلت في القضية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948 وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي المحكمة وأكدت أنها تهدف أيضا إلى المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين أعلن الجيش الأمريكي تدمير سبع طائرات مصيرة لقوات الحوثي ومحطة تحكم أرضية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ومن جانبها أعلنت قوات الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على سفينة ترفع علم ليفريا في البحر الأحمر قالت هيئة بحرية أنها نجت من خمسة صواريخ وأوضح المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي يحيى سريع أنهم استهدفوا ثلاث صف أخرى منها سفينتان في البحر المتوسط مشيرا إلى إطلاق صواريخ باليستية على ناقلة نفط وأن العملية أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر أعلنت الداخلية الإيرانية تقدم المرشح الرئاسي مسعود دابزشكاين على سعيد جليلي في انتخابات الرئاسة بعد فرز أكثر من 14 مليون الصوت وتتواصل عملية فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أجريت أمس في 58 ألفا و640 مركز اقتراع في جميع أنحاء إيران ويتنافس أربعة مرشحين في الصبق الرئاسي هم مسعود دابزشكيان وسعيد جليلي ومحمد باقر ومصطفى برمحمدي للفوز بمنصب الرئيس التاسع لإيران دعت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رئيس جو بايدن إلى الانسحاب من الصباق إلى البيت الأبيض ودات مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب وأضحت الصحيفة الأمريكية أن رفض ترشح بايدن لإعادة انتخابه يأتي بعد إخفاقه في المناظرة التي عقدها مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب مشيرة في الوقت ذاته إلى نجاح بايدن خلال فترة قيادته للبلاد في حل سلسلة من التحديات طويلة الأمد يتوجه الميروتانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لإدلاء بأصواتين في انتخابات رئاسية تشهد تنافس الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني أمام ستة مرشحين وكان الغزواني تعهد بتسريع الاتثمارات لتحقيق طفرة في السلع الأولية في الدولة هذا ويبلغ عدد الناخبين المسجنين للتصويت نحو مليوني شخص وإذا لم يحصلوا أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات فسوف تجرى جولة ثانية ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر